تسببت الهواتف الذكية في إصابة ووفاة عدد من البالغين والأطفال حول العالم بسبب سوء استخدام هذه الهواتف ما دفع الخبراء للتحذير من خطورة الاستخدام الخاطئ لها صحيفة The Sun البريطانية عرضت هذا الأسبوع ما قالت أنه خمس طرق تسببت فيها الهواتف الذكية بقتل أشخاص دتابع معظم الشباب يقومون بشحن هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم على أسرتهم أو تحت وسائدهم ما تسبب برفع عدد الوفيات على مدار السنوات القليلة الماضية عدم وجود مكان لتبريد الحرارة المتولدة عن شحن الأجهزة الذكية يجعل إمكانية اشتعالها مضاعفة والحوادث الناجمة عنها قاتلة لعل من أبرز الممارسات الخاطئة التي يقوم بها الأشخاص أثناء استخدامهم لهواتفهم الذكية القيام باستخدام الأجهزة الذكية أثناء الاستحمام وهي موصلة بالشاحن الكهربائي ما يزيد فرصة الإصابة بالصعق الكهربائي التحدث بالهاتف أثناء شحنه فبحسب الخبراء وجود مشكلة في الشاحن قد تؤدي إلى صدمة كهربائية قاتلة تقدر بـ 220 فولتاً شحن الهاتف قرب السرير أثناء النوم حيث يتعرض سلك الشحن للاحتراق بسبب تواجده على تماث مع الجسد وعدم وجود مكان لتبريد الحرارة المتولدة الاستماع إلى الموسيقى أثناء النوم حيث يمكن أن يؤدي استخدام مستماعات الرأس للاستماع إلى الموسيقى أثناء النوم إلى الوفاة بفعل النزيف الداخلي قد يكون هوسنا بالهواتف الذكية قاتلاً فمن الممكن أن تتسبب أجهزة الشحن الرخيصة برفع درجة حرارة الأجهزة الذكية ما يتسبب بإشعال النيران فيها ومعنا المهندس يوسف العماري المختص بالأجهزة الخلوية والإلترونية صباح الخير يوسف أهلا وسهلا فيك معنا ما مدى صحة أن الأجهزة فعلياً بتأثر بشكل سلبي وإلها خطر على صحة الإنسان نحن نحكي بموضوع كهربائي أكثر شيء أستاذ المجال الكهربائي الذي ينتقل من الشاحن للموبايل بعملية الشاحن يولد لي الطيف الكهرومغناطيسي هذا الطيف الكهرومغناطيسي ينتقل من الشاحن للموبايل للإنسان الذي يحامله حتى لو لم يكن حامله وكان قريب منه يمكن أن ينتقل طبعاً في عنا مرض يعني نحن نسمع فيه جديد اللي هو الشحنات الكهربائية خاصة عند الأطفال يعني فيها مرض وراثي وفيه مرض صار يجيني جديد من من كل الأجهزة الكهربائية من الأجهزة الكهربائية اللي هي مثلاً تلفزيون حتى إذا كنت أنا قريب منه مثلاً الموبايل طبعاً بالشكل الأهم وخاصة إذا كان على الشحن أوكي بس مجرد ما إحنا أخذنا مثلاً الآيباد لأنه عم نحكي عن الأطفال فمجرد ما إحنا أخذنا الآيباد أو أخذنا الموبايل إمنان من الشاحن بطل إلو تأثير بخوف أو بطل إلو نفس الخطر نعم نعم بس هو الخطر يكمن لما يكون الموبايل بإيدنا أو الآيباد بإيدنا ومشحون بنفس الوقت بالكهرباء بهذا الوقت نعم نعم أنه يكون موصول بالكهربائي ويكون بيد الطفل أو بيد الشخص حتى البالغ كمان نفس التأثير هلأ زي ما حكى التقرير ويمكن زي ما معظمنا بيعمل أنه نشحن التليفون فبيكون جنب راسنا مثلاً بالليل هلأ أول إشي بدي أسألك عن خطورة أنه إحنا نشحن الموبايل بشكل عام الجهاز طول الليل هل هذا فعلاً خطر ولا هي مجرد شعات نسمعها هل سيدنا نحكي على الشكل الجسدي هو نعم فيه خطر لأنه مثل ما حكيت لك فيه شحنات كهربائية بتأثر على الإنسان بشكل كبير خاصاً أنه إحنا منمر بهذه الأوقات الكل راسي بوجعني فيه عندي مشاكل صحيح اطرابت في النوم هاي كلها من مشاكل الأعصاب وبنها الشحنات الكهربائية لكن فيه حل بسيط يعني ممكن الكل يتبعه بحيث أنه يتجنب شوي هاي الشحنات الكهربائية ممكن يستخدم الباوربانك هس الباوربانك ما بيكون تيار موجود فيه نفس التيار اللي بأخذ أنا من الكهرباء العادية لأنه نحن نعرف فيه عندنا AC وDC الموبايل بيستهلك من عندي اللي هي الكهرباء DC يعني بتنتحويلها من AC إلى DC الDC ما عليها هالخطر مثل AC AC هو اللي فيه الموجات والكهربائية شغال كل الوقت فإذا إحنا بدنا نشحن نشحن بهاي الطريقة إذا كنت مضطرني أشحنه أو أبعده عني أثنان نحطه بأبعد مكان بغرفة تانية أو مكان بعيد بس هلا إحنا كثير شفنا فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشفنا كثير أخبار تحكي عن انفجارات التليفونات هل يعني أول إشي هي حقيقية صح؟ هل سرسل إحنا نسمع عنها حقية لكن ما وجهتنا نهائيا يعني ما شفنا خاصة الحمد لله عندنا بالأردر ما في ما في هاي الإشي طبعا ما فيه الخطر الكبير بس لكن خلينا نحكي إحنا نبعد عن الدرجة الحرارة خاصة لما تكون درجة حرارة حامية والجهاز حامي هذه بطارية مو معرض أنها تبقى عادي تمام فإحنا نبعد عن الخطر فهي المشكلة تكمن بالبطارية إنها تنفجر بحال كانت درجة حرارة الموبايل عالية نعم بس هون تكمن الخطورة بالضبط وهس درجة حرارة الجهاز تكون عالية ممكن تكون من الجهاز نفسه يعني من البورد الجهاز أو تكون من البطارية فالشخص العادي ما رح يقدر يميز إنه شو اللي حميان عندي بالضبط تهمت عليكي لها كده شاف الجهاز حمي معه حاول تساوي بعد عنه إلى الأقل ضرر لأنه هلا أحيانا كثيرا نكون نشحن الموبايل أو نكون عم نحكي فيه فجأة نحس أنه التليفون سخن شوي يعني مش أنه مش درجة حرارة عادية هون بيكون في خطر من الموضوع أثناء الشحن أثناء الشحن أو أثناء الاستخدامه العادي أثناء الشحن أكيد كمان راح يكون فيه عندي خطر لأنه أنا بستهري قاعد اللي هي عملية الشحن نفسه الشاحن بحمى إنه صرت أخذ منه جهد أكبر والجهاز كمان شغال بعملية معالجة الشحن ومعالجة العادية فالأفضل لأنه يعني أتكلم فيه بالوضع العادي بدون الشحن خاصة نحن نلاحظ أنه بحمى معي لما أكون أشحر الجهاز لكن في حال كان الجهاز بالوضع الطبيعي طب هلأ لأنه الدنيا صارت شوب ولأنه ممكن مثلا إحنا نطلع رحلة نكون بأماكن معينة يكون التليفون معرض لأشعة مباشرة من الشمس هل ممكن برضو هاي الأشعة والدرجة الحرارة العالية لتصيب الموبايل فجأة هو أحيانا بكتب لك التليفون أنه عم بيواجه مشكلة أو درجة حرارته عالية هل ممكن فعليا ينفجر التليفون بهذه الأثناء حسنا أعطاني تحذير هو صعب جدا أنه ينفجر متحاكت لك بالنهاية يعني الجهاز مدروس للي هي درجات الحرارة سواء كانت قليلة أو كانت عالية جدا لكن بالنهاية لازم تكون النحطات يعني ممكن يصير هذا الإشيء ولذا صار تكون مشكلة كبيرة أنه هي بطارية زي هاي يعني آلة متفجرة بالنهاية لكن مثل ما حكيت لك هذا الجهاز معمول بعناية كبيرة وبدراسة كبيرة جدا أنه ما يتصير عندنا هاي المشاكل لكن إلا ما تكون مرة يعني بأي مشاكل صارت ممكن يكون في خلل مصنعي نفسه ممكن كمان أو بالموبايل نفسه نشكرك إذن المهندس يوسف العمالي المختص بالأجهزة الخلوية والإلكترونية أحسنًا أحسنًا